موسيقى جدول القضايا والجلسات متابعتها صعبة جدا وعلم مستقبل اللي يقول أنا بأسوي الثنتين بيضيع ذي بيضيع ذي نعم لازم مدير طيب أستاذنكم إذا بنبدأ أو حنا بدين أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من عين العقل رأيك نتبنى ونتقبل رأي الآخر اليوم مع الرؤية والتطورات المستمرة التي تشهدها الأنظمة القضائية في حراك كبير ومتواصل في مجالات كثيرة ومن أبرزها المجال القانوني ما مدى وعينا بالثقافة القانونية والأهم من وين نستقي هذه الثقافة القانونية قبل أن نبدأ أريد أن أرحب بالشباب والشابات اللي مشارفيننا اليوم في الحلقة واللي أكيد بيكون لهم دور جوهري وأساسي وأيضا أرحب بضيفنا المحامي سيدة محمد البيز المهتم بنشر الثقافة القانونية هلو الله مرحبا فيك الله يزك شكرا نورتنا اليوم فيها يعني تداولات كثيرة جدا واليوم يمكن أنا أشعر بي دائما الواحد يخاف أن يتكلم قدام قانونيين أمام لغوي أو قانوني فيكون منتبة كثير عمونا نحياكم الله وقبل لا نبدأ ودنا نشوف هالتقرير عن موضوع الحلقة ثم نعود القارة للتاريخ رح يعرف أن الخلافات والحروب اللي كانت تحصل وحصدت الكثير من أرواح الناس من أسبابها غياب مفهوم القانون ومع تطور نمو الشعوب صارت القوانين توضح حتى تنظم سلوك الأفراد والمجتمعات وتضمن لكل واحد حقه وبالمفهوم البصير القانون انولد حتى يضمن العدل وتختلف القوانين بحسب كل الثقافة أو مجتمع وفي المملكة العربية السعودية بالتحديد أنشئ النظام القانوني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1927 بعد صدور مرسوم ملكي لتأسيس المحاكم ومن هذاك الوقت وحتى اليوم اهتمت حكومة المملكة بشكل كبير بتطوير القضاء والأنظمة العدلية بطريقة سهلت على الناس أخذ حقوقهم بالنظام دون زيادة أو نقصان ويشمل النظام القضائي الفصل بين الناس في كافة الاختصاصات المدنية والجنائية والتجارية والأحوال الشخصية حتى أنها أتاحت للخصوم كافة الضمانات القضائية بكل درجاتها وتوزعت المحاكم في جميع أنحاء المملكة ومن يوم تم إعلان رؤية عشرين ثلاثين تطورت المحاكم من نواحي عديدة أبرزها الجانب التقني اللي سهل على الجميع الوصول للقضاء دون مشقة أو عناء وبما أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت وصول الفرد للناس بشكل سريع متكرر نتج عن هالشيء تبعات قانونية متزايدة لذلك نقول إنه يبقى التحدي اليوم أمام الجميع مبفي تطور إصلاح القوانين القضائية بس وإنما في الوعي المجتمعي بها الأنظمة والالتزام فيها أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام أستاذ محمد حياك الله من جديد الله أعطيك العافية أنت مهتم دائما بنشر الثقافة القانونية من ناحية الإعلام لكن يمكن أن تضرح في بعض الموضوعات اليوم يمكن أن يدور النقاش في أكثر من دفة فالله عينك مقدما أبدا الله أعطيك العافية إذا سمحت لي قبل أن نبدأ أريد أن نسمع ما معرفتنا أو تعريفنا للثقافة القانونية من ممكن أحمد فضل الثقافة القانونية بشكل بسيط هي معرفة الفارد القدر البسيط من الثقافة القانونية أو القوانين في أي مجال في جميع مجالات حياتك سواء كانت فكرية اجتماعية صحية تعليمية جميل هو الإلمام بالحد الأدنى قصدك؟ بالحد الأدنى كذلك الثقافة لا يجب أن يستعمق لا أهم شيء عندك ثقافة مبادع أو مداخل للمجالات الحياة جميل طيب شكرا ما الذي فيه في أحد يضيف تفضل باعتقادة الثقافة القانونية هي جزء أهم نعرفة مثلا ما لك وما عليك من واجبات والالتزامات ناحية مثلا القانون والالتزامات القانونية والنظام بشكل عام جميل جميل طيب وش تعليقك في عيسى كيف ممكن أن نعرف أو نؤطر الثقافة القانونية في المجتمع ماذا نقصد بالثقافة القانونية أولا شكرا لكم على استضافة الله يضيك ورحي فيك ورحب الجميع والكلام ما عندي إضافة مثل ما تفضلوا يعني هي خلنقول الحد الأدنى أو ما لا يسع أوصات الناس جهلة سواء كان من الحقوق أو الالتزامات المترتبة علي أو الحقوق التي كفى لها المنظم لي يعني يعني في ناس يعتقد أنه فقط أنا ألم أو أحيط فقط بما يجب علي تجاه مثلا أمر معين لا هي بالتوازن المنظم كفى لك حقوق وألزمك أو أوجب عليك الالتزامات أو واجبات فيكون الإلمام ما لا يسعه جهله حد الأدنى مثل ما ذكر الأخ أنه ما يكون عندي جهل في أمور مهمة يعني في أمور بعض الأنظمة تخصصية أو عميقة أو لها يعني ممارسات خاصة مثل ما تدخل في المرافعات مثلا في بعض المحاكم مثلا في بعض القضايا التخصصية أعطيك مثال مثلا ما أرى أنه يجب عليك أن تلم فقط مثلا ببعض الأنظمة التخصصية أو بعض الأنظمة الصحية أو بعض الأنظمة مثلا العقارية أو فيما يتعلق بالتأمين مثلا لكن في أمور يعني لا يسعك جاهلها مثلا يعني اطلعت على حالة مثلا عند النظام كوعة التحرش نصت إحدى مواده على أن يجب على من اطلع على حالة من حالات مخالفات لهذا النظام أن يبلغ هذا ما يسعك جاهلة أي بل أني أنا أرى أنه ما يسعك جاهلة حتى إذا ما أنت اطلعت على النظام لا يسعك جاهلة بفطرتك صح حسنت يعني يجب عليك أنك ترى شيء مخالف وأنك فهذا يعني أن المنظم لم ينص على هذه المادة أنه شيء جديد ترى هي شيء متأصل فيك حتى لو ما نص المنظم يجب عليك كمثال هذا فيما يتعلق بأنه كواجب على الفرد أو كواجب على منشأة على الطرف الآخر موضوع الذي هو الحقوق للفرد أو للمنشأة أو للمنشأة الخاصة مثل مثلا ما كفى له المنظم في نظام مثلا الإجراءات الجزائية من حقوق المتهم مثلا لا يعني القبض على متهم أو استدعاء متهم لإجراء تحقيق أو لإجراء سلطة الضبط أنه تهدر حقوقه أو أنه بالضبط مثلا مدد التوقيف محددة السلطات المختصة بالتوقيف محصورة صحيح الصاحب الصلاحية في التوقيف وصاحب الصلاحية مثلا في تمديد توقوها هكذا هذه كل حقوق مكفولة للفرد جميل فعلى الجهتين طيب أريد أن أسمع رأيي إذا هناك أحد ممكن يشاركنا من البلدات أنه يعني وش أهميتها وش أهمية إذا قلنا هذه الثقافة القانونية وأنه يعني مفترض كل الفرد يعني يمتلك الحد الأدنى من الثقافة الحقوق والواجبات التي عليه وش أهمية معرفة هذه الحقوق والواجبات على المجتمع بشكل عام أنتوا كيف نظرتكم مهمة جدا حتى يحمي الفرد نفسه من الاستغلال يعني هو المنطلق الأساسي يسار بالأساسي نفسه ويحمي نفسه في الأساس كنطلاق كنطلاق طيب وأيضا للمجتمع كمجتمع حتى يكون مجتمع صحي تكامل طيب جميل في إضافة في إضافة تفضل صهيب إحنا لو نرجع لتعريف القانون فهو مجموعة من القواعد تنظم سلوك الأفراد والمجتمع جميل فالآن لكل أحد إذن ما تفضل المحامي أستاذنا محمد البيز فكل واحد له حقوق وعليه واجبات وكل فرد منا يقوم بتعاملات قانونية يومية في حياته فمعرفة الحد الأدنى لحقوقك وواجباتك تحميك منه الوقوع في الخطأ أو من استغفال الآخرين لأخذ حقوقك هذا ما إذا من التعريف هي تنظم حياة الفرد والمجتمع هي تنظم حياة الفرد والمجتمع طيب لو قلنا امتلاك الحد الأدنى سيد محمد يعني المصادر قد تكون بعض الناس قد يراها متعذرة أن يطلع عليها من وين أنا أستقي ثقافة القانونية التي تحميني كفرد وأيضا تحمي المجتمع أنا يمكن أخالفك الرأي في موضوع أن المصادر يمكن هذا الكلام يقبل قبل عالم الإنترنت يمكن هذا الكلام يقبل قبل وجود مصادر رسمية متاحة للجميع أي واحد مننا في مكانه يمكن أن يفتح جهازه ويطلع أي نظام أو أي تنظيم أو أي لائحة أو قواعد أو تعليمات موجودة بل ومن مصادرها الرسمية فما أعتقد أنه الدفع بالجهل ممكن الآن قد يقبل سابقا لكن الآن لا يعني مثلا أنا الآن في عملي الشخصي أي نظام أرجع له مباشرة أدخل على موقع هيئة الخبراء كموقع رسمي أو غيره مثلا مثلا وثائق المحفوظات في بعض المنشآت الحكومية أو الجهات الحكومية في مواقعها تنشر الأنظمة المتعلقة فيها مثلا وزارة التجارة نشر الأنظمة التجارية وزارة الإعلام نشر الأنظمة الإعلامية وهكذا فالرجوع لها سهل وأحيانا يكون فيه تحديثات لبعض الأنظمة إلغاء لبعض الأنظمة إضافة بعض المواد حث بعض المواد إضافة في المادة نفسها هذا كل في موقع هيئة الخبراء واضح صحيب فيه شيء تم فيه شخص من الأشخاص هو زميل طبعا نظام العمل وسوق العمل من أكثر الأسواق اللي نقول قد يكون فيها سلطة صاحب العمل أقوى على العمل وبسبب جهل العامل في مكان العمل تحصل مخالفات كثيرة منها أحد الزملاء وقع عقد مع أحد الشركات وكانت فترة التجربة 180 يوم 180 يوم نظام العمل حدد فترة التجربة 90 يوم وفي حالة تمديد إلى 180 يوم لها عدة شروط فكانت الشرط الأساسي هو 180 يوم فكمل إلى الشهر الخامس تقريبا 100 يوم ثم فصلوه على أساس أنه في فترة التجربة ومنها خسر حقوقه كتعويض عن المدة المتبقية من العقد وأيضا خسر العمل الوظيفي بسبب أنه الآن أنت في فترة التجربة وهذا هذا العقد انتهى بسبب أنك فشلت في فترة التجربة كالمفروض أن يكون ثلاثة شهور بعد أن يمدل ثلاثة شهور نعم بموافقة العامل اللي هو موافقة الزميل فخسر فيها التعويض اللي هو مفروض مكفول له بحق النظام وأيضا وغسر فرصة في العمل واضطر إلى أنتقل إلى عمل آخر والله يستطيع الله يعوضه خير والله يعوضه خير وكل طقب تعليمه على قراطمه وتعليمه طيب أستأذنك نتوقف مع استطلاع قصير لكاميرا عين العقل ثم نعود فيه في السوشيال ميديا يعني مثلا إنه ما حد يقدر يغلط على الثاني وأي حد يغلط يعني بيلقى مصيرة أكيد أي مشكلة توجهها لازم تبحث وتسأل ممكن في بعض الحلول ممكن في بعض الطرق الناس تجربوها يعني غيرك بس القواعد المرورية حق القوانية حق المرور مثل مخايفات إيش الأشياء اللي نخالف عليها المرور أشان أختي تعلمت القيادة فأنا تعلمت معها بعض الأساسيات والله المعلومات القانونية الآن صايرة شبه ثقافة عامة يعني فمن خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني صار تمر علينا أشياء مو شرطة تكون تلزمنا في حياتنا ولكن زي ما ذكرت بالأول إنها شبه ثقافة يعني ثقافة عامة سبق تعلمت بعض المفاهيم على سور البيت طالما أنه ما وقف على الكرات جمال أنا ممكن طرقت لبعض الأمور تخص العمل أو حوق الموظف والأمور هذه يعني قرأت بعض البنود الخاصة بحوق الموظف نظام العمل والشركات إذا صورت فيديو فيه إشكالية أحاول الجهات المختصة وما لي حقني أنشرها أساساً حاولت أتصل على محامي مثلاً أرجع لمفاهيم الصحيحة وأتأكد منه أو أشوف كمجتمع سعودي وعربي أشوف الدين والشرع كيف يكون حل أهلاً وسهلاً فيكم بعد هذا لستطلاع مشاهدينا الكرام محامينا محمي محمد البيز الله أعطيك العافية سمعت قبل شوي أنه بعض الجهل خلنا نقول بالأشياء القانونية وبالأنظمة القانونية قد يوقع الإنسان في بعض التحديات يمكن ذكر صحيب وذكرة ولايف من خلال خبرتك كيف تشوف أو إذا تذكرنا مثلاً بعض المواقف التي أدى فيها إلى الجهل إلى أشياء كبيرة جداً وكان تبعاتها عالية هو الحقيقة يعني يعني أقولك هي إشكالية ومفترض أن على الأقل الشخص عندما يحس أنه في مأزق يحس أنه في خطر يحس أنه في يسمع مثلاً من الناس عن أمر معين أنه يروح يتثبت ويتحقق ويتأكد هل المعلومة اللي أنا أسمعتها صحيحة المعلومة أسمعتها خاطئة هل هذه ناقصة اللي هي النظام تتعلق بالنظام يعني في جلسة من الجلسات مثال جلسة من الجلسات والله قالوا ترى الشيء فلاني ممنوع أو ترى الشيء فلاني مسموح أو ترى مثلاً أنت عليك قصور في جانب معين تحتاج إلى تكملته فيروح يتأكد هل فعلاً أنا أحتاج إلى تكملته القصور أو عندي خطأ معين فألغيه أو عندي مثلاً شيء واجب عليه أؤديه يعني مثال مثلاً في موضوع إلغاء القرارات الإدارية أي القرار الإداري لما يصدر من حق صاحب المصلحة في هذا القرار أن يعترض عليه خلال ستين يوم إلى صانع القرار أو إلى صاحب السلطة في هذا القرار فإن رفض فله ستين يوم يتوجه إلى المحاكمة الدولة المظالم وإذا ما أجابه خلال الستين يوم من اعتراضة من قيد اعتراضة تفتح ستين يوم جديدة فإذا كتملت الستين يوم هذه يتوجه إلى دول المظالم كثير يجهل هذا الشيء المشكلة لما تقول قرار ومش معنى قرار إداري الناس يعتقد أنه وثيقة مكتوبة إن المدير إن القائد إن الرئيس إن كذا هذا قرار إداري صح طيب لكن ترى فيه قرار إداري المخالفة قرار إداري صدور مثلا مخالفة صدور مثلا غرامة صدور في بعض الأمور المنظمة تعتبر هذا قرار من حقه يعترض عليه أو نفس السلوب الناس لا تدري جميل أو خلنا نقول فيه كثير هذا أنا أشوف أنه ما لا يسعك جهله أنت عامل هذا موظف هذا مثلا عنده مثلا غرامة صدرت من جهة رقابية معينة من حقه يعترض عليها لو رجع للنظام الصادر في تنظيم هذه المسألة لو وجد تشكل لجنة للنظر في التظلمات للاعتراض على القرارات وفيها مدت وفيها مدت كذا ستين يوم ثم يتوجه هذا ما أنا أشوف أنه ما يسع الناس جهله طيب طيب أنا الحين مواطن يعني قد يكون وقعت في مشكلة معينة متى أنا أروح للمحامي أو متى أنا ألجأ للنظام أو أني أعرف النظام أو يعني بعض الناس مثلا تمر مثلا أو تمر عنده أشياء حساسة وجوهرية ومفصلية سواء في وظيفة أو غيرها ولا يتكلم مع محامي متى أنا أروح للمحامي أعطيك مثال قصير علشان يجيب على مثل هذا الإشكال لأنه موجود عند كثير من الناس ملايين 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 كلمة محامي يضع طبيب طيب وملايين المشكلة يضع مرض جاه مرض حسين جاه مرض متى يروح للطبيب بنتم يروح كل الناس جاوب صح نفس الشيء فيه ناس لو يجيه مرض مميت مبرح للطبيب وفي ناس لو يجيه بعوض هلو أنا عندي المشكلة فلانية هذا لا يعنن هذا صح ولا يعنن هذا صح ولا يعنن هذا خطأ تقديرك للإشكالية لكن أنا في رأيي في اعتقادي ليس لأني محامي لكن إذا ما عندك القدر الكافي في أنك تفهم هذه النصوص فتوجهي لمن يفهمك إياها أعطي خبز ولو أكل نصفها ولو أحرق نصفها جميل ليست ترويج لكن هي ثقافة مثل ما ثقافة اللجوء إلى الطبيب اللجوء إلى المهني مثلا إلى المهندس إلى المحاسب إلى كذا في ناس يقول أنا أحس بالنفس إذا خطأت لا تقدر جبت العيد و جبت العيد و تبقى أنا صح طيب أنا قبل شوي لما ذكرت ولايف عن موضوع أريد أن تقل محور الخصوصية أو كذا لأن هذا شيء بعيداً على الأشياء القانونية إذا أحد أيضاً مر بموقف سابق تصور مثلاً في مكان عام أو شيء كنا نطلع المطاعم كنا نطلع المقاهي نسولف نروح مع أهلنا مثلاً مع أطفالنا مع عائلاتنا هل أحد قد صار في تصوير أو شيء في أحد تعرض موقف معين الظهر الجوالات تصير دائماً أتوقع في المطاعم كل الناس ترفع جوالات هل قد مرة طيب وقفت أحد قلت لا تصور أو أنتم لديكم مشكلة صحيب يبتسم الصراحة فيه كثير وفيها أمضمة تنظم الموضوع هذا لكن فيها يعني خلنا نقول أنها يعني أمضمة اجتماعية أو احترام اجتماعي متبادل قبل القانون قصدك أنا مثلاً جالس بمطاعم مثلاً أو في مقهى فهذا المقهى مثلاً يعم عليه مثلاً الهدوء جلسات مع شخص مع شخص آخر فقط فالغالب أنه الشخص اللي بدخل بيصور مثلاً طاولة أو بيصور مكان معين ففيه احترام يعني عام يسود على الأماكن العامة أما اللي خالف أو ينتقل لمثلاً مثلاً في مكان عام يرفع مثلاً الصوت ويقوم بحركات مخالفة هنا ندخل في الجانب الثوقيات لكن في الغالب أنه يكون فيه احترام أو عقد اجتماعي بين الجميع قبل أن يكون فيه قانون مكتوب نعم وشي لك عندك شيء تفضل إذا عندك أنا مر علي واحدة من زميلاتي كنا في نادي صورتها واحدة يعني وهي تقول لا هي قالت لها صوريني خسارة إشكالية مع الثنتين يعني هي قالت لها صوريني طيب بعدين بعدين قلت لا أنا ما قلت لك أنك صور ما قلت لك صوريني طيب فصار إشكالية مع الثنتين فما عرفنا وش طيب وش رأيكم موضوع موضوع انتهاك الخصوصية أو موضوع المساس بحرمة الأشخاص عبر استعمال الوسائط هذه أو الوسائط المعلوماتية مثل ما ورد فيه نظام مكافحة جرائم معلوماتية طبعا النظام يعني يوضح الحالات اللي اللي يكون فيها اختراق خصوصية ولا ما يكون فيها لا النظام ما يقدر وليس يعني من أنت لا تستحصل حالات إذا صار كذا أو كذا القواعد العامة لكن فيه ناس مختصين من السلطات المختصة سواء في الضبط الجنائي في التحقيق بالنيابة العامة في القضاء الجزائي يسقطون هذه النصوص على الوقائع فيرون هل هي منطبقة على مثلا المادة الثالثة لأن ترى مو بس كان فجر المعلوماتي في المادة الثالثة اللي ذكرتها اللي عقوبتها بما لا يزيد عن سنة وغرامة 500 ألف أو بأحدهما لا في مهود ثانية لا يوجد خمس سنوات في ثلاث سنوات في أربع سنوات في غرامة مليون ومليونين على حسب الجرم يعني الجرم في هذه عقوبته بما لا يزيد عن سنة الجرم هنا لا يزيد عن خمس سنوات على حسب الوصف الجرمي من اللي يحدد أنا لا أقدر أحدد تجيب لي سالفة عامة وتقوم لا أستطيع أن أحدد لكن أرجع وأقول السلطة المختصة في دراسة هذه الحالة وتطبيق النظام عليها هي التي تقدر تبت وتحدد هذا الشيء كل قضية بحسبها أنا جالس في مطعم هالحين وقعد أكل أنا وعائلتي مثلا وجاء أحد ورفع الجوال كان يصور الجو العام يمكن أن يقصدني أنا كتصوير أو شيء أنا وعائلتي هنا التساول كيف أحمي خصوصيتي مثلا هل أعتبر هذه أنه اخترق خصوصيتي وأنا في المطعم أو أنه ما اخترق خصوصيتي أنا موجود أصلا في مكان عام أرجع وأقول ما أقدر أعطيك رأي لأن مثل هذه الحالات هي تتوقف في دراسة سياق أنا أتكلم بشكل عام والناس ما رح تأخذ الصورة اللي ذكرتها بشكل عام كلهم بيأخذ الصورة على السالفة اللي صارت لها أو اللي بتصير له فبيأخذ كلام ويسقط عليها ويعتبره هو الساعد وهذا مبصحيح لأن تفرق الحالات بعضها عن بعض مكان عام وعلى فكرة مثلا ذكرت يمكن تجيكم يعني مثلا فيه شخص اكتشفت أنه عنده حوس لا عنده مفهوم خاطئ طيب لما يقول أنا متهم في مثل هذه الحالة أني مسيت بالحياة الخاصة أو انتاقت الخصوصية قلت طيب وش دفعك يعني عشان اللي بندفع فيه قدام المحكمة اللي أنا محاميك ممتاز بدفع قدام النيابة قدام وش دفعك قال أصلا نسويته مو بجريمة قال قلت ليش وش اللي خارك تقول مو بجريمة قال لأن فيه خمسين شخص فأكثر قلت خمس شخص وأكثر هوين قال المكان اللي أنا قاعد تصور فيه فيه خمسين شخص وأكثر قلت ممكن أعرف من أجيب المعيار هذا هل فيه نظام نص عليه يعني هو جاب من عنده قد عنه يعني يبدو أنه في أحد ملوفه يمكن اللي ذكرتم قبل شوي لما كنا نتكلم وهذه نقطة مهمة من أين نستقي معلوماتنا القانونية أحيانا للأسف بعض الناس يرخي سمعة في استراحة جالسين وهذا طلع والله وقرأ إشاعة معينة وكذا أيضا صار فيه تقنين لنشر الشائعات النظامية بشكل عام طبعا هذا موضوع آخر طبعا نشر الشائعات نص عليه المنظم يعاقب نشر الشائعات أو ما يسبب مثلا فيه موضوع البلبلة أو إثارة الفتان أو إثارة الليل هذا أكيد مجرم هذا كان طبعا في الإعلام وأيضا لأنه أنا دائما أنا عندي مشكلة مع الناس التي تتفلسف الذي قرأ له نظام نظامين أو تشريع تشريعين ويبدأ يأخذ في المجالس وللأسف أحيانا يعني دائما يقول لك العقل يحتله الأسبق إليه إذا ألقيت المعلومة إلى عقل خاو تعشعش فيه ترى وتسيطر عليه ويعتقد أن هذا الصحيح يبدأ يدافع عنها في ناس زي ما تفضلتم كثير يعني هو رهين المعلومة الأولى هو رهين يطوف على المعلومة الأولى ويتبنى لنجى توافقة عقلا خاويا فتبنت عشرشت فإخراجها صعب هو أصلا قاعد يدافع عنها أوه أوكي متبنيها وقاعد يدافع عنها ما تلوبها فأنت أول شيء تريد أن تصحل المعلومة وبعدها تأخذ قضيتها هذا مشكلة يعني يقول لك التخلية قبل التحلية صحية شل المعلومة وبعدها نحلها بمعلومة الصحية فهذا مشكلة أحسن طيب إذا سمحت لي محمد أبنتقل لعب العزيز عندك شيء علي أنا عندي وجهة نظر وأيضا أخذ راهي أستاذ محمد استثمر وجوده بخصوص التصوير في الأماكن العامة يعني بوجهة نظر يعني أنت رايح مكان عام عارف أنه مثلا بيكون في ناس بيكون في مثلا كاميرات مثلا بيكون في تصوير أستثني من ذلك الأماكن الخاصة مثلا في المطاعم أو أيضا الأماكن التي تكون خاصة شوية يعني ما هي عام ما بشكل عام لكن إجمالا مكان عام أنت عارف أنه مثلا رح يكون في كاميرات رح يكون مثلا في تصوير في أشياء سؤال لك سيد محمد هل مثلا التصوير في المكان العام بشكل عام هل يعني يؤدي إلى مساءلة قانونية يعني أعتقد أن الطرح بالشكل هذا أنه أنت داخل مكان عام والناس كلها يعني مع أجهزة ولازم تتحمل وجودك كله معروض مهان أنا أعتقد أن هذا الطرح في رأيي الشخصية غير صحيح بالعكس المنظم حمى وكفل الحماية لخصوصيات الناس حتى لو كان المكان عام قد يعني فيه أمور خاصة مثلا زي الآن تعرف نصدر فيه عندنا نظام ما أعرف اسمه بالصحيح الرسمي لكن يتعلق بالتصوير اللي هو نظام أهلات التصوير أو كاميرات التصوير اللي ستنشر في موضوع الأماكن العامة لسه هذا في طور في طور الدراسة نظام صادر نظام صادر لكن لسه ينشغالين عليه في تطبيقه ونفاذ وكذا لا مهنة قضيتنا لكن هذا من الحالات المبيحة للتصوير لأنه لأغراض خاصة مثلا أغراض حفظ حقوق وليس تصويرا فرديا في العادة هو محفوظ محفوظ لا لا هو محفوظ تصوير محفوظ له سلطة مختصة هذا يستثنى لكن التصوير العادي يعني لما تجي المحل تقول ليش حط كاميرات مجبر أنا من السلطات أنا مو كيفي أو مثلا حط الكاميرات مثلا على الأغراض الأمان أنا ما أنشرها أنا أحتفظ فيها لكن جاء فلان آدمي يسين من الناس وانتحك خصوصية يا محمد البيس صور وهو ما يدري يا شباب اليوم شفت محمد البيس أو حق البيوت حتى اللي في الحواري أحيانا مثلا بعض الناس برضو قضية أمنية مثلا يحط الكاميرات بره هذا خلنا نقول خارج محل النزاع لكن السؤال الأخ الذي مثلا في الأسواق إذا كان في كاميرا عند محل معين لا لا أنا سؤال هو السؤال هو الكاميرات الشخصية السؤال هو عن الكاميرات الشخصية أنه أنا عندي جوال وليس عن حق المحلات أنا أتكلم التصوير بشكل عام هذا خارج محل النزاع الأغراض الأمنية أو أغراض الحماية هذا خارج محل سأتكلم عن الأغراض التي هي التصرفات الفردية شاف فلان آدمي ما أين كان طفل مشهو أي شيء مصوره سواء بعنوة أو بدون عنوة أنا رأيي الشخصية أن هذا أنه لا يليق ولا يجوز ومجرم صحيح يثبت تجريمة ما يثبت تجريمة قرار السلطة المختصة لكنه أيضا هذا أمنتيم منه أكيد هذا أمنتيم منه لكن أنا أتكلم عنه هل مجرد قيامي وإنشائي لهذا الفعل أنا أمنع أقول هذا نعم هذا الفعل خاطئ جميل لأنه أحيانا وفعلا الواحد يكون معايلتها في مطعم أو شيء بعض السيدات مثلا كشفت بي تأكل وهي ما تكشف في العادة كونك تتطور الوجه وتطلع عادة هذه سوالة في كثيرة أشكالياتي كبيرة أنا موعدني عبد الرحمن وقلتها بنام ثم طلعني واحد وإذا مشهور وشافني طالع مطعم ففشلتني قدام المنظم سماها خصوصية لا تنتهك خصوصيتي تجي تسألني مثلا سؤال يسموني نشت هذا انتهاك خصوصية أنا أقول له لو سمحت رقعت أنتك خصوصيتي المشكلة والمشكلة في التصوير المشكلة اللي بيشوفك في السناب وانت ذا شافك غير أنت رابط تويتر قبل شوي وراك أنت ما رديت عرفت ما بالضبط هذا اختراق خصوصي فلذلك أنا أقول لك مسألة أنك أنا لا أنا جاي في مكان عام لا غير ليس سببا مبيحا طيب إذا تسمح لي سيدة محمد فيه استفتاء عندنا كل واحد يطلع جواله خلال الرابط فيه سؤال هل تعتقد أنك تعرف أبرز الأنظمة التي تحتاجها عندنا ألف نعم ب بعض المعرفة جيم لا السؤال مرة أخرى هل تعتقد أنك تعرف أبرز الأنظمة التي تحتاجها ألف نعم ب بعض المعرفة وجيم لا إذن كان السؤال هل تعتقد أنك تعرف أبرز الأنظمة والقواني التي تحتاجها أنا متفاجئ صراحا من عدد الأجوبة أنا توقعت الأغلب نعم صار عندنا بعض المعرفة تسعة ونعم أربعة لا ما فيه أحد هذا مؤشر جيد هذا مؤشر جيد عادي هذا أختلاق خصوصية من الممكن يعطينا لبعض المعرفة التي لا يعتقد طيب ها المايك موجود عندك سلطان أريد أن أخذ عبد العزيز وما هي الأشياء التي تعتقد أنك لا تعرفها إذا كانت بعض المعرفة أنا لا أريد أن أقول لك وما هي الأشياء التي تعتقد أنك تحتاج أن تقوى نفسك فيها هو سبب اختيار لذا الخيار أن القانون متجدد متحدث فممكن أنك اليوم تعرف شيء بكرة يصدر تشريع يغالط الشيء هذا هو سبب اختيار أو يغير هذا الشيء نعم يغير أو يغالط طيب عبد العزيز والله حطيت بعض المعرفة لأنك أنت مستحيل أنك تعرف كل شيء في بعض الأنظمة تكون متجددة في بعضها يصدر عليها تعديل ومستحيل أنك تكون أنت وممكن أنك تكون على معرفة جيدة بجميع الأنظمة ولكنك لا تحفظها فتحتاج أنك ترجع تراجعها وتقرأها وزي ما قلت لك كل شيء يتغير مع الزمن زي الجرامي المعنى المتيز سابقا لم تكن موجودة لما كان هناك خصوصي بالجوال لم يكن هناك جوال فالآن هناك جوال يعني هذا نظام جديد فعشان كده حطيت بعض المعرفة لأننا ما ندري بجميع البنود الأنظمة تكون صعبة على بعض الأشخاص أو أغلب الأشخاص استحالة في العقل البشري أن يجمع كل المعلومات هذه ولا يخربط بينها جميل طيب أرجع لك محامينا ومش تعليقك على أنه الأغلب كان بعض المعرفة وفي أربعة ترى قالوا نعم يعني نعم هل هم عندهم الإلمام كامل الأغلب قالوا بعض المعرفة بس أنا أشوف السؤال صيغة السؤال قال لك هل تعتقد أنت أبرز نعم فأنا أقول نعم الأبرز نعم نعم وغير كذا اللي فسر الموضوع المعرفة الأخ الذي قال أحفظ أنت مطارق أنا لا أحسنت لا يطلب منك الحفظ إطلاقا فقط أنك تعرف أنا أشوف أن الهدف يكون عندك إلمام تعرف هذه الواقعة كيف تسقطها هي فرحة كيف تسقطها على أصلها أحسنت أنا أشوف هنا يكون عندك إلمام بالأصول دعنا نقول هذا المطلوب أنك يصبح عندك إلمام بالأصول تعرف أماكنها وإذا جاءتك حالة متجددة فرعية يصير عندك من القدرة العقلية في الوعي ما أقول الذكاء بس في الإدراك في الفهم أنك توصفها أو تكيفها وإذا عرفت توصيف وتعرف أمكانها مثل اللي قاعد عنده أغراض من بعثرة يريد أن يرجعها وإذا أردتها وإذا أردتها يصنفها تصنيف كتصنيف أنا أردت هذا المطلوب سؤال ثاني هل هناك محامين يقعون في مخالفات قانونية؟ هل شاهدت كثير من؟ والله يرى الخطأ على الناس كل حيوة بل أني أعطيك شيء ثاني الآن في القضاء القضاء على درجات صحيح من أسباب التدرج في القضاء يعني عندنا الدرجة الأولى وعندنا قضاء اللي هو الدرجة الثانية أو الاستئناف وعندنا قضاء النقط في الدرجة المحكمة العليا من أسباب من أسباب التدرج اللي هو ضمان عدم القصور أو ضمان عدم مثلا أن يكون هناك عدم دقة في بعض الجوانب أو بعض المفاهيم اللي قد تكون غير دقيقة فطبيعي أنه يقع من أي شخص يعني التخصير طبيعي من ذا الذي لا يخطي أحسن طيب إذا سمحت لنوقف مع فاصل إذا فاصل قصير ثم نعود لنواصل هذه الحلقة أهلا وسهلا فيكم من جديد ولايف كان عندك تعليق قبل شوي ما كنت تقولين على الاستفتاءة صراحة أنا أرى أنه لا بد أي قانوني أو محامي أن يكون مطلع على أبرز القوانين لأن في حياتنا نحن كمحامين كقانونيين بشكل عام على الأقل نقرأ ساعتين في اليوم ما هو بكلهم من دون ساعتين القانوني الغير ناجح لأن سر النجاح في هذه المهنة هي القراءة سر النجاح في أنك تكون متجدد مع المهنة القراءة لأن كل يوم نفس ما تفضل السلسة الطام أنه في أشياء متجددين في أشياء متجددين تطل عليها فبالتالي لابد أنها تكون من ضمن قراءاتك بشكل يومي جيد في شيء تفضل سلطام نضرب مثال على التجديد مثلا شخص كان يمارس الوساطة العقارية ممد لكن تتفاجأ أنه في صدر تنظيم جديد و تشريع جديد نظام الوساطة العقارية فلازم الشخص في أي خطة ممكن يأخذها مستقبل أن يقرأ ويتثقف قانونيا صحيح صحيح وخاصا الأنظمة تتجدد و تتطور دائما نظام الشركات الجديد في كثير من الأشياء متغيرة أنت بيش تقول شعب دعزيز طيب أسلم قال لي أسلم استكمالا لما قال له الزملاء القراءة هي نشاط عقلي وبصري وهي وسيلة لربط الماضي بالحاضر أحسنت فخصوصا متى ما قرأت ومثلا متى ما تجدت مثلا بالأنظمة تبدأ تربط أو تقانم بين النظام السابق والنظام الحالي تبدأ تكون عندك الملكة القانونية تبدأ تنمي عندك المهارة النقدية والتحليلية كيف ممكنك مثلا المشرع كيف صنف مثلا الأنظمة الجديدة وكيف مثلا وضع حالات جديدة مثلا تعاصر التواكب الحالي جميل جميل شكرا لك عبد العزيز وأيضا يعني انطلاق من هذه المواكبة يعني الآن كل يوم يأتي نظام جديد تطوير ربما لنظام سابق أو إيجاد لنظام غير موجود سلفا كيف ترى محامي محمد يعني هذه التنظيمات الجديدة والحديثة في الوصول لرؤية عشرين ثلاثين كيف ممكن يعني أن تكون تبني النظام في البلد طبعا المنظم يراعي الحاجة والحالة أو يراعي مثلا هل هذه القضية أو هذه الظاهرة تستدعي يعني يكون لها تقنين أو يكون لها نظام أو لأنها حالات فردية أو حالات شادة لا تستدعي أنه يوضع لها نظام مثلا كثرة الحاجة على أمر معين فينظمة أحسن أمر معين لا يستدعي فهذا وفق رؤية وفق سياسة الصانع القرار أو صاحب السلطة التي عندها مثلا الإشكالية المعينة هل هذا يستدعي أو لا يستدعي طبعا الآن الحمد لله الآن قطع نشوط كبير بلدنا يا ربك في موضوع وجود الرؤية التي جاءت تقريبا قبل سبع سنوات سبع سنوات تقريبا وبقيا إن شاء الله نحن نتجاوزنا المنتصف إن شاء الله والخطة يا ربك الحمد يعني متسارعة جدا المميز أنه خلال الفترة الماضية نشأت أنظمة جديدة تنظيمة جديدة لوائح تخدم الأنظمة تم تعديل أنظمة سابقة تم إلغاء بعض المواد تم زيادة مواد والتعديل جيد التعديل يدل على مواكبة ودراسات لأن الآن الرؤية صارت هي مستقبلنا هي حياتنا الجديدة هي سفينتنا للمستقبل فعلشان تنجح الرؤية لازم يكون بعد عندنا تنظيمات قوية ورصينة وتعديل بعض الأنظمة وكذا حتى واللي قاعدين نشوفها يا ربك الحمد من ثمارا بدأ صلاحها وثمارا قطفنا يا ربك الحمد وثمارا نشوف إن شاء الله خلال الأيام القادمة حتى إن شاء الله ما يجي عشرين ثلاثين إلا وحنا في مستان وارف فلا شك إن منظم يراعي ويعطي الأولوية إلى مشاريع وبرامج لتحقيق الرؤية وهذا أنا أشوفه شاهد تكثير يعني مثال يعني سمو سيد الأمير محمد الله يحفظه تحدث قبل أعتقد سنتين أو تحدث عن مثلا فيما يتعلق بالشأن القضائي وبالشأن العدلي أنه سيصدر بعض الأنظمة شفنا منها نظام الحوال الشخصية شفنا نظام الإثبات وهذا يعني نقلة وشفنا نظام مثلا النظام التعاملات المدنية والمعاملات المدنية اللي صدر مؤخرا وفي الطريق النظام الجزائي والتجارية أيضا النظام المحاكم التجاري فقاعد يتطور يعني مثلا من التطور اللي صار على صعيد التجاري كمثال يعني التجاري لا يترافع فيه إلا محامي محكم التجارية بتدخل قبل قبل شيء محامي تفضل محامي لا حتى لو كنت صاحب القضية أنا رئيس مجلس أنا رئيس مجلس دارة لا أنا رئيس تنفيدي لا محامي طيب الآن بعض الناس وحنا مثلا أيضا جلسين ليش ما ينحط نظام زي كذا ليش ما يقنن هذا الشي داع هل كثرة القوانين بعض الناس يقول كثرة القوانين هل يتحد من حياة الناس هل هذا صحيح الكلام على إطلاقها أنا ما أعتقد هي خلنا نقول مثل خلنا نقول مثل الدواء ما أعتقدت تقول لا أمنع الأدوية ورثة تقول كيشي يحطها للدواء هي يعني سياسة مخولة لولي الأمر وترى هذا الشيء موجود من عهد من عهد صلى الله عليه وسلم وخلقها الراشدين يعني سياسة أبي بكر سياسة عمر سياسة عثمان يعني فيه أشياء فعلها الصحابة من سياساتهم اللي فيه تدبير شؤون وجدوا من المصلحة سن هذه كانت مصلحتها يعني مثلا يعني من التصرفات مثلا إيقاع الطلاق كان في أهد عمر في موضع قطع اليد على السارق في عام المجاعة مثلا حرق عثمان رضي الله عن المصاحف هذه كلها سياسات هو بصفته ولي الأمر أصدر مثل هذه فتجددت الحياة ولا تتازال يعني يوجد إذا وجد ولي الأمر أن في مصلحة البلاد أو العباد تنظيم معين هذا التنظيم معين فيسنه وفق ما يرى أن هذا يخدم المصلحة وبالمناسبة ترى الأنظمة عندنا ما تصدر يعني فيه مسودات وفيه دراسات بل أنه الآن من المنتجات الجميلة التي قاعدت تصير الآن اللي هو الاستطلاع أو الاستفتاء أنه يطلع تطلع مسودة النظام أو التنظيم تصدرها مثلا للجهة المختصة وهذه بادرة فتنشى وهذه بادرة سهي وسهي حتى على مستوى مثلا بعض الجامعات أو بعض الإدارات أو كذا يعني يطرح الاستفتاء ويشوف أردات الفعل مثلا أنه هذه والله الناس مثلا قد يصدر الرأي من شخص عادي ويغير ويأثر لكن سحب الأفكار وتلاقح الأفكار يؤدي إلى نتاج إيجابية أحسن طيب الآن وذكرنا الرؤية كيف ممكن أن نبني لدينا الثقافة القانونية إيش نصيحتك لجيل الشباب تحديدا لامتلاك الثقافة القانونية على الأقل اللازمة التي يمتلكها هي أرى أن مسؤولية مجتمعية وتظلعت فيها يمكن الله يعني أعطاني قليلا من بعض المعلومات ويدي أشارك الكثير وعطاك الكثير من القول عادي بويس الله يجزئ الحمد لله من لطفك أتمنى كذلك وكلنا مستورين لكن مثلا أنا أقول مثلا للطلاب خصوصا للطلاب الجامعيين وفي تخصصات القانون تراكم تعيشون الآن شيء إحنا ما عشنا في جيلنا يعني أنا على وقت وقلت في لقاء سابق على وقت كان البحث تقليدي إذا تبحث عن شيء تقليدي تروح المكتبة وتبحث في أغلب التخصصات كان تقليدي جدا الآن جوجل صح أيضا عندنا مثلا في بعض الجامعات يعني صار فيه بعض المشاركات يعني في الجامعات صار فيه بعض الأنشطة لا صفية مثلا زي بعض المبادرات القانونية التي تنشر بعض التوعية سواء في بعض الجامعات الآن صار عندنا مثلا مراكز تدريبية خاضعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برضو تنشر مثل الثقافات هذه الجمعيات المختصة جمعيات المرخصة من وزارة المولد بشير تنمي اجتماعي أيضا في كثير منها عندها مبادرات توعوية وتثقيفية في حسابات يعني العنظمة الآن تنشر يعني هذا ذكرنا في بداية لقائنا بعض الحسابات سواء في تويتر أو مثلا في الاسناب أو في بعض منصات التواصل زي ما ذكرت لك مثلا حسابات النيابة العامة حسابات وزارة العدل حسابات يعني كثير من المنشآت والجهات الحكومية قاعدة تقوم بمبادرات مشكورة نشر خلنا نقول ما لا يسعك كفر جهلة شكرا لك أبو عيسى بس ودي أنتقل كلمة أخيرة من الحضور واليوم مشاركاتكم مميزة ونستمتع فيها دائما نستفيد منها بتجارة مختلفة صهيب كلمة أخيرة اقتبسها من مبادرة عملناها مع فريق رائع بجامعة دار العلوم اللي يكون واعي بحقك وهذا الوعي يكون عن طريق الجهات والمبادرات والمعرفة اللي يقدمونها أصحاب الإختصاص كفرد من المجتمع أو كقانوني في بداية حياتك أو على مستوى الشركات وشخصيات الأتبارية شكرا لك مهند شكرا لكم جميعا الله قصرت وشكر لأستاذ محمد البيز بالنسبة للثقافة القانونية أنا أتمنى صدق من ناحية الثقافة التطلع لكل القوانين كشيء مفيد في الحياة والشيء إجباري تقريبا مع تعديثات القوانين لألا تقع في أخطاء ممكن تضبك صحيح هذه الحقيقة تمنى من كل شخص قبل اتخاذ أي خطوة أنه يأخذ خمس دقائق يبحث عن الموضوع هذا القانوني وشكر ومقدر للجميع تبقى خاصة في توقيع عقود أو شيء بعضهم إذا جاء الطاع الله رجع المحامي توضل لأبد العزيز في القدر أحب أشكركم جميعا على الاستطافة شرفنا باستطافتكم لنا وسعدنا وأستقينا الكثير من المعلومات من الأستاذ المحامي محمد البيز وختاما أحاول أنك لا تستقي معلومتك القانونية من أشخاص غير موذوقين أحسن فيها الكثير من الملجاة الحكومية موفرها المعلومات القانونية وبإمكانك أنتك شخص سبحث في المواقع الحكومية ووفقكم الله أحسنت إذن تأكدوا مصدر المعلومة تسلم في ظهر مايك عند الشباب مؤيد شكرا لكم أستاذي الله يعافيكم جميعا أنا أريد أن أضيف بس في يوم الفرد الطبيعي أنه دائما المعاملات أي أمر يمر عليه لا بد أن يعيه قانونيا في مقر عمل في حياته الأسرية لا بد أن يضيف على نفسه قانونيا هذا الأمر بثقفه ذاتيا من غير القانون يعني الكلمة التي يقولها يبادر بالمعرفة أكثر ينمي فكرة مع الوقت شكرا لكم شكرا لك أدرزيز الثقافة القانونية هي جانب مهم ويجب على كل فرد أن ينمي مهاراتها أو يعرف مثلا ما له وما عليه من الاتزامات وما مثلا عليه من واجبات وأشكر القناة على الاستضافة الجميلة لقاء ثري بالمعرفة وفي وجود الملهم لنا كشغفين بالمجال القانوني لأستاذ محمد البيز شكرا لكم جميعا الله يعطيك العافية لنتقل لرويدة أنا أحب أوجه رسالة للأسرة قبل كل شيء وهي حجر الأساس في تنشئة الأطفال منذ البداية ربوا أطفالكم على حب القانون حتى في داخل المنزل في الأسرة صحيح يعني لازم الطفل يتعلم أن في حال مخالفة الإنظام في المنزل نفسه رح يترتب على هذا المخالفة عقاب صحيح تنمية سليمة وواعية وأحب أشكركم الوعي القانوني يبدأ من البيت يبدأ من البيت بلا شك جميل بالنسبة لي دائما لطالما ما كان الجهل لعدو الإنسان فكل إنسان أو كل شخص يستحق أنه يتعلم خاصة الوعي القانوني لأن القانون الآن مثل ما قلنا متجدد وعشان ينتشل نفسه ويكون مثابر ينتشل نفسه من المشاكل الجاية ويكون مثابر في معرفة معلومات جديدة وخاصة أن القانون متطور تنمية شكرا لك محامينا عندك مسك الختام أبدا شكرا لكم على الاستضافة وأعتقد يعني ما أعد عندي شي غرفة لعندي كل الساعة الله يعطيك العافية شكرا لكم وشكرا على الاستضافة والله تشرفت فيكم وتشرفت فيك دكتور عبد أحمن وشكرا على كل الطاقم حتى من خلف الأجهزة شكرا كرم الضيافة الله يزدك ألف شكر لحضورك وألف شكر لكل ما تقدم منوعي قانوني محامينا الجميل محمد البيز وفي الختام كلنا نتفق أن تطبيق القانون حتم لكن عين العقل أن نوعي أنفسنا بهذا المجال لألا نتخلى عن حقوقنا أو نقصر في واجباتنا نلقاكم في حلقة جديدة في أمان الله اشتركوا في القناة